اجتمع سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق محمد حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحة واللواء اركان حرب خالد مجاور مدير ادارة المخابرات الحربية والاستطلاع وصرح سفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان سيد الرئيس وجه التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة مشيدا سيادته بالبطولات والتضحيات التي يقدمها ابطال القوات المسلحة للدفاع عن الوطن بالتزامن مع دعم جهود التنمية الشاملة في مختلف المجالات كما اكد سيد الرئيس الاهتمام ببناء الفرد المقاتل داخل القوات المسلحة واعداده وتدريبه وفقا لاحدث الاساليب العلمية باعتباره الركيزة الاساسية للكفاءة القتالية بالقوات المسلحة وبما يتناسب مع تطور المهام التي تقوم بها في حماية الوطن وصون انجازات ومكتسبات شعبه العظيم وأوضح المتحدث الرسمي أن القائد العام للقوات المسلحة استهرد خلال الاجتماع خطط رفع الكفاءة وبرامج التدريب القتالي على أحدث منظومات التسليح التي انضمت للخدمة بالقوات المسلحة وذلك في ظل دعم القيادة السياسية لتطوير وتحديث مختلف الأفرع والتشكيلات بالقوات المسلحة بما يتلأم مع حجم التحديات التي تواجهها الدولة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية وأضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه التحية والتقدير في نهاية الاجتماع لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعا عن أمن مصر واستقرارها مؤكدا سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا برعاية أسر الشهداء وتوفير كافة سبول الاهتمام